عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكوال باشنيان خلال زيارته الحالية لأرمينيا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس سيسي استعرض خلال المباحثات تطورات الخطة التنموية التي تتبنىها الدولة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بما تتيحه من فرص للاستثمار وأكد الرئيس السيسي الاهتمام بتحقيق نقلة نوية في مساحة التعاون الثنائي بين البلدين لا سيام عن طريق تشجيع التعاون بين مجتمع رجال الأعمال في الدولتين بشكل ينعكس على تطوير حجم التبادل التجاري والاستثماري وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت أيضا تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات والأزمات الإقليمية مع استعراض تدعياتها على أمن القارة الأوروبية حيث سمن رئيس وزراء أرمينيا من جانبه الجهود المصرية ذات الصلاة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط واتفق كذلك الرئيس السيسي ورئيس الوزراء باشينيان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل والعمل على قضاء على الأسباب الرئيسية التي تشجع على تلقى الظاهرة إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر